يسعد لي مساكن يا صبايا إن شاء الله يا رب الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب شلونكم يا صبايا طمنوني عنكم إن شاء الله بخير هلا أول شي بدي أعتذر من الصبايا القبير حكينوا عبستنوني على البس وما قدرت أفتح والله مضغوطة يا صبايا عزروني إن شاء الله اليوم الساعة 18 إن شاء الله رح نفتح إذا الله راد وتاني شي بتشكر من كل الصبايا اللي سألوا علي وبسم الله يا رب خلينا نبلش نشتغل بالهلال هلا أنا هوني قصيت ثلاث طبقات لزقت أول طبقة وتاني طبقة هاي آخر طبقة وهيك بكون الهلال صار عنا جاهز انت شقد ما بتك ساوي حجمه هلا أنا هيك عب طلبية يعني ساويته هذا الحجم هلا عن جد يا صبايا شقد بتقيمه لي هذا الموديل أنا بقيمه 100 من 10 كتير على الواقع لسا الصورة كتير ظلمته هلا جبت هذا اللزينة بجيبه رفيع كتير مو من هذا السميك الهيك بجيبه هذا الرفيع بلفه هيك حوالين الهلال عطى كتير موديل حلو أحسن يعني ملف وراء وهيك هذا الموديل كتير حلو عطى موديل للهلال كتير حلو هيك بلفه على بعضه للأخير هلا هوني خلصت لف الهلال وهلا هيك ساويت هاي الوردة يا صبايا أنا هاي الوردة كمان نزلت لكم موديلة فيديو ساويتها لون أزرق بتساوية هيك بتحبي أي لون تحطيه مو شرط أبيض يعني كمان أحمر كنت فكرت مساوية حط يعني أحمر بس مو تلقون الطلبية حسب الطلبية اللي عندي حطيت أبيض هيك وساويتها طبقتها على بعضها هاي هاي الوردة ساويتها من وراء الفوم انتي بتقدري كمان حتى من وراء الكرتون بتصير كمان تطلع حلوة هلأ هيك حطيت الطبقة الثانية وهلأ بدي أحط الطبقة الثالثة وهيك بتكون عندي الوردة خالصة وفي عندي هاي هلأ بحطها بالنص الدويرة كمان بتلاقوها بالقرطاسية في منها كل الألوان هلأ بأسقس بأسقس القلب الوردة وبحطها بعدين بحط في دويرة هيك سفرة بحطها هاي موجودة بالقرطاسية صبايا في منها كل الألوان هاي بتلاقوها محل محل اللي ببيعهم دفاتر ومحل ما بتاخدو الوراء يعني موجودة هاي حطيتها هيك وحلأ هيك صارت عنا الوردة جاهزة وحلوة وعندي وردات أنا جوري هيك حبيت أزين الهلال فيها زينت بورد أبيض وأصفر هلأ هيك خلصت من تزيين الهلال هلأ بدي أحط هدول القواعد مشان أوقفهم على القاعدة هدول الأعواد الخشب صبايا كمان بتلاقوهم بالقرطاسية حطيت شيء أربعة بأربعة مشان يعني يصيروا سماك وهيك عندي ريبان ذهبي لبفيتهم حواليه وهلأ بدي أساوي القاعدة اللي بدي أحط عليها الهلال كمان طريقة كتير سهلة هاي القاعدة قصيت ثلاث طبقات كرتون وبدي ألفه بهذا الورق الذهبي ورجيتكن يا طبعا كمان بالقرطاسية صبايا هذا في منه لاصق وفي منه عادي أنا ما بحب أشتغل باللاصق هيك لفيتهم وهلأ بدي ألزقهم وبدي أحط على الوجه بدي أحط الكرتون المقوى الذهبي بستخلص القاعدة وهيك ركبت الهلال على القاعدة وعندي هذا الفانوس كمان بدي أركبه كتير على طمودي الحلولة للهلال هذا الفانوس موجودة طريقة بقناتي رح أحط لكم الرابط بالوصف إن شاء الله وركبت الإضاءة وطلع بجن يا صبايا بدي تعليق يستاهلك جمال خليلي قلبكم والله لا يحمني منكم وأشوفكم بالأيام الجاية إن شاء الله بكل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر